يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى وأنا زي ما قلت لكم كده قبل الفاصل بس هزوت شوية تمام شخصيا هو بالنسبة لي واحد من أهم وأفضل مش ليه للوحد يعني لنا كلنا واحد من أهم أساطير كرة اليد المصرية فيه ييل كبير اللي هو من سني واللي قبل شوية عرفوا كرة اليد وحبوا كرة اليد وتابعوا كرة اليد وشجعوا كرة اليد بسببه وبسبب أسماء عظيمة كانت معا هو واحد من اللعيبة اللي ما كانش يختلف عليها اتنين يعني ما كانش مثلا ينفع أهلاوي يقول لا أصلا أنا ما بحبوش ينفع زملكاوي يقول لا أصلا هو ما بيقديش كويس ينفع أي مشجع يقول أنه هو مش اسم كبير وعظيم وأسطوري في تاريخ كرة اليد المصرية التقديمة دي عشان بصراحة بقى بصراحة شديدة أنا بحبه جدا على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني هو بالنسبة لي واحد من أهم أهم أسطير حراسة المرمى في كرة اليد المصرية الكابتن الكبير كابتن حمادة الروبي كابتن حمادة مشرفه من هو الله يخليك ده شرف لي ودي مؤدمة طبعا كبيرة أو عليا ده أقلم كتير الله يخليك ده خليت معظيم أو كده لا ده أقلم كتير أسأل لك حاجة نهاردة حتى كنت بتكلم مع شوية شباب زمالي صغيرين في السن يعني فبقول لهم معي كابتن حمادة الروبي هم يعرفوا كابتن حمادة الروبي اسم انت اسمك على طول الناس عرفاه بس ما شافوش كابتن حمادة الروبي وهو بيلعب فعاد تحكي انه كابتن حمادة الروبي كان ينزل هو كابتن حمادة النقيب يبقى تقفل الجنب بتاع مصر ما فيش حد بيسير لا الموجودين دلوقتي يا أهل ما شاء الله أجمل مننا بكتير يعني هم شافوا الأحسن مننا دلوقتي بالمناسبة ده بقى كان أول سؤال لي انه حمادة الروبي حمادة النقيب وبعد كده هتلاقي أسماء برضو عظيمة في حراسة مرمى منتخبنا الوطني يعني ما تلاقيش المركز ده تحديدا ويحصل فيه أي مشكلة لا هو ما شاء الله يعني الأجيال عندنا ولادة يعني عندنا الجينات بتاعت المركز ده في مصر ما شاء الله يعني صحيح طيب ليه المركز ده عندنا مميز تحديدا هو ما فيش دايما يعني بيبقى قدام فيه بيبقى قدامك آيكونة وانا احنا حمادة لما طلعنا كان قابلينا عيمن صلاح قابل عيمن صلاح كان فيه الله يرحمك قابط مصعد عباس المركز ده نفسه كان قدامك دايما فيه حد عايز توصلك آيكونة انت ماشي وراه صح فهو ده ده اللي موجود يعني هو ده اللي موجود في المركز ده بقى له فترة طويلة فكل طالع شايف اللي قابله وصل لأني لبل بيستفيد منه في بعض الحاجات فيه حاجات هو ممكن يطور نفسه فيها بيبقى احسن من اللي قابله فهي ده صنة الحياة المباراة الماضية مباراة كرواتيا كريمه انده واحد من افضل اللعبين فيها النهاردة حمايد افضل لاعب في هذه المباراة حاجة رائعة جدا لا هو المركز ما شاء الله علينا في مصر عندنا في مصر المركز عندك انت في مصر دلوقتي مش يقل من اربع خمس حراس ست حراس في مصر في المركز ده صح كلهم مميزين يلعبوا في اي حتة في العالم صح طيب اسألك بقى بشكل عامل اول بقى انا خش تفصيلا على مباراة كرواتيا ومباراة المغرب ليه منتخبنا الوطني حسين ان هو واقف على رجله منتخب تقيل تقيل يعني تقيل كده بلغة حتى الكرة بتاعتنا كرة القدم يعني بس منتخب تقيل واقف على رجله ما تحسش انك قلقان عليه وهو بيلعب ليه العناصر يعني انت المنتخب ده بدأ اعداده اعداده بدأ من اربع سنين الاعداد منتخب ده بدأ من اربع سنين المنتخب ده فيه عناصر كسبانين كاس عالم لعيبة في المنتخب الموجودة لعيبة كسبة كاس عالم فالليفل بتاع البطولات دي كسبة كاس عالم ناشئين صح في لعيبة واغدين تالت عالم شباب صحيح فالليفل بتاع البطولات العالم او المنافسة في طولة عالم يعني كل اللعب ده عشيته ده واحد اتنين عندك سبعة تمام لعيبة بيلعب في اوروبا بيلعبه في دوريات كلاس ايه بيلعبه في دوري ابطال اوروبا فدولة مع العناصر الشابة اللي تلعت بتلعب في المستوى بتاع بطولات العالم عاملين ميكس دلوقتي ما شاء الله رهيب بجد يعني عندنا الجيل انا وجهة نظري ده اجمد جيل جه في اللعبة دي في مدار تاريخها يه ده اجمد جيل ده اجمد جيل ممكن نوصل معا الحد فين الطبيعي ان يعلق مدالية يعلق مدالية الطبيعي انك انت ده تم ما بيجي نصنف منتخبات العالم بس طبعا ربنا يبعد عنهم الاصابات ويكملوا لما نيجي نصنف منتخبات العالم لقدتلك على خمس ست منتخبات مصر موجودة وسطيهم على طول مم وبقالنا اتنين كاس عالم في سابع تامن اخر اولمبيات دخلنا رابع فالقصة دلوقتي انت مش نقصك حاجة غير انك تعلق مدالية ده التارجة المفروض اللي الجيل ده يعملوه ان شاء الله ان شاء الله يعملوه البطولة دي لأ وانا لما اخد الجملة دي من الكابتر حمدر روبي اللي هو عايش جيل عظيم جدا واسطوري المنتخب مصر الكورت اليد لما تقولين ده افضل جيل في التاريخ فخلاص انا همشي وراك لا ما هو افضل جيل لا اسباب لا اسباب في الهندبولزة نفسية انت تتكلم في جيل كامل انت متتكلمش يعني احنا مسلا كان في عناصر مميزة عظيمة احنا بالزبط احنا كنا فرقة كويسة اه كنا جيل اه جيل كويس بس مش كل المراكز كانت كاملة عندنا عندنا بعض الدروبات في بعض المراكز لكن الجيل ده الاكثر اجتمالا كل المراكز موجودة فيه يعني انت متجي فيوتيوب لا كل المراكز هو طبعا هو يحي خالد غياب يحي خالد طبعا في المستوى اللي بيلعب فيه شيء طبيعي على الاصل بس حد وقتنا هذا حد وقتنا هذا محصر رمضان ومهاب ما شاء الله عاملين مستوى بسدين فراغ كبير من عدم موجود يحي خالد اه مش شرط يبقوا يحي خالد بس على اقل قريبين جدا لا سدين فراغ دور بايمين بدورهم على اكمل وجه يحي خالد كان اضافة اكتر فريق معنا فكرة انه عندنا محترفين كتير موجودين في اوروبا في منتخة كورت الياد هو ده الرافع مستوى الفرق دي كده الرهبة الفكرة ايه احنا مثلا في جيلنا كانت وصلنا المراحل دي ان احنا كانش عندنا محترفين ساعتها ما كان الاحتراف بس وصلنا للمرحلة دي ان كانت كل معسكراتنا في اوروبا فالرهبة انك انت بتلعب فرق اوروبا راحت منك في كم المعسكرات اللي كنت عايش فيها في اوروبا الجيل ده عندك تمن لعيبة عايشين اصلا في الليفل ده بيلعبوا في الليفل ده الرهبة اصلا مش موجود عندهم فخلاص ما بينزل بيلعب في نفس المستوى اللي هو بيلعب فيه في اوروبا طيب انو كنت عايزة اربط الرابط ده ده دلوقتي بس هربطه عشان اتكلمت معي في المحترفين ليه في مصر الاندية عندنا بتوافق بسهولة مش بسهولة قوي يعني بس بتوافق على فكرة انو اللعبين يطلعوا للاحتراف في اوروبا في كورة اليد ولكن في كورة القدم الموضوع ده مش موجود اش معنا في كورة اليد الامور سهلة الامور سهلة في كورة اليد ده موضعها مش رقبة اندية دي رقبة لعيبة يعني العقلية اللعيبة في مصر اللي بيلعبوا اللعبة دي لأ بي Place. اهم من ضمن اهدافهم من ضمن ترجيتهم انو يلعب in-shambles league ده من ضمن اهداف كل اللعبين الوجودة في مصر بطولة الرب ده هدف من اهداف كل اللعبة اللي بيعبوا اللعبة دي في مصر إن هو بالنسباله هو ده الكارنفال بتعلي عبادة نفسية مش دوري محلي ولا أفروفي أين مش أحد يقولك إيه أما أنا مع النادي الزمالك ونادي عظيم أنا مع النادي الأهلي ونادي عظيم لا هو بيلعب مع عندي عظيمة فعلا بس عايزي بعنده لا هو ما خلي بالك برضو أنت مع الزمالك طبعا النادي عظيم في اللعبدي والنادي النادي عظيم في اللعبدي بس بطولة أوروبا أعظم أكيد لفل تاني أنا أصلا ما بيكتفيش بهذه العظمة اللي هو موجود فيها لا هو بتبقى بالنسبة للعيب فترة يعني هي بتبقى مثلا عندك مثلا إيحي الدرع حياته مرحلة المرحلة أوليها كان في اليوبلس جي من اليوبلس طلع الدينمارك قعد سنة ورجع ع الزمالك قعد ثلاث سنين معنا عمل كل حاجة يعني إيحي الدرع عمل كل حاجة معنا في الزمالك اللي ستب اللي بعدها إيه لأنه أطلع بقى لعب الشام بنزيك في أوروبا وحقق أهداف تانية فيه أهداف أنت عمالة تبنيها طول ما انتبق عاصل أنت اللعيب رحلة اللعيب رحلة الرحلة بتبدأها من أول ما تلعب لحد ما تحترفها في مسيرة احترافك لها دي أنت فيه خطوات لازم أن تقعد تطلعها مش الاحتراف أن أنا ألعب في نادي وأخد منه عقد الاحتراف بيبقى احتراف مستوى صحيح مش فلوس الاحتراف اللعيبة بتطلع أوروبا ممكن تاخد أقال من مصر يعني اللعيبة عند دير في الهندبول ممكن في أوروبا ممكن ياخده رقم أقل اللي بياخده في مصر بس هو الفكرة أنه هو بيكلم في مستوى ما بيتكلمش في مادة بيكلم في مستوى يعني أنت اللعيب في مصر لو ممكن يطع الخليل هياخد فلوس أكتر من اللي هاخده في أوروبا ومن اللي هاخده في مصر لكن هما الناس العقلية عندهم الموضوع اللعبة ذات نفسية هنا معلش أنا بيوسع الموضوع شوية هنا دائما يتحدث الناس عن عقلية الشاب المصري لما ماملين الكلمة على الكرة القادمة يقول لك أصله عقلية الشاب المصري انت عارف هو مبسوط هنا وخلاص اللي تتحدث معي عن عقلية شاب مصري موجود في كرة اليد مختلفة والعقلية اللي احنا عايزينها في كل الألعاب هذا اللي علاقة أن منظومة كرة اليد كلها منظومة سليمة يعني حاس إنه منظومة كرة اليد على مدار سنوات طويلة هي ماشية في نفس النجاحات لا هو لا لا هو احنا كلنا احنا كلنا كمصريين احنا كلنا مفروض الطبيعي ان احنا عليه واحد مع نفس الفكرة طالع من كرة القدم واحد زي محمد صلاح بس انت اللي بتقول ايه واحد مع المفروض المفروض مع الواحد ده بالنسبة لك ده بيبقى تعرف انت ايه كارت النجاح صح بالنسبة لللي بيلعب الرياضة دي ده المفروض ده الهدف اللي انت عايزت تبصله ده الايكونة بتاعتك هلما لعبت اللعبة دي ها هتشوف مين احسن من ده دلوقتي ها بيلعب في المستوى ده انك تبقى زيه صح فهده الطبيعي ان ده ترجطك ها ان انا اوصل للمستوى ده اوصل للليبل ده اللي بيلعب فيه واحد زي محمد صلاح ها ده اللي حصل عندنا في الهندبول ها ان فيه واحد خرج الناس بقيت تبص عليه بلاس بلاس ان يساعد على كده قناة زي قناة المصرية بدأت تنقل دور ابطال اوروبا صح خلت اللعبة ذات نفسي يعني احنا مثلا عندنا في الهندبول الدور ما بتنقلش بتوت اوروبا بتتنقل على الكنوات المصرية ها فخلت اللعبة ذات نفسيها لأ شافت المستوى شافت الليبل ها عاوزة تروح للحتة دي عايزة تروح للحتة دي ها ها وده الطبيعي كان ايه وموجود في الكور هاي طيب مباراتي كرواتيا والمغرب او المباراتين اللي منتخبنا الوطني هلاك شفت المستوى الزايف في المباراتين ناس اللي ما تبقى شديس او في كورت الهات او فاهم او في كورت الهات يقول لك ايه ما هو المباراتين سهلتين فعادي ما احنا هنكسبهم كده كده المهم اللي جاي لا كرواتيا مسهلة ايوه هي دي النقطة بقى لا كرواتيا مسهلة كرواتيا فرقة تاريخة تاريخة في اللعبة دي مع الدينة بسنين ضوئية مباراة مباراة انت لعب مباراة كويسة قوي الفرقة لعبة مباراة كويسة قوي لعبة مباراة تكتيكية حلوة قوي الرجل المدرب عامل مباراة تكتيكية دفاعيا عظيمة عندك اللعبة كلها كانت في حالتها في حالة بدنية وحالة ذهنية انك تقدر تكسب كرواتيا فرق 9 تجوان لأ ده عندنا في اللعبة مع تاريخ كرواتيا لأ موضوع عاملين انجاز لكن المغرب الامور احنا كبينة عالية المغرب لا انت فيه فرق مستويات ثاني خيرين من الهندبول الهندبول لعبة مستويات كرة? كرة ممكن مثلا تعمل مفاجأة فيها مفاجأة اول مطش ليها في كاس عالم خصلها من السعودية فرق المستوي ما بين الارجنتين والسعودية فيه فرق صحية ل Environment لعبة مستويات لما يبقى الفرق كده ما بيحصلش ما بتحصلش مش بقى ممكن لا لا ما بتحصلش. انه لما يبقى الفرق كده انه ده يكسب ده. ما بتحصلش. لكن لما يبقى الفرق كده. وارد. وارد. فهي هاندبول لعبة مستوى. ففكرة كرواتيا. لا احنا وكرواتيا الليف القريب. كان سهل جدا ممكن كرواتيا تكسب. بس انك انت تخدها تسعة بالفارق ده. لأ انت عامل جيم كويس قوي. هاي طيب. المغرب المستوى لا احنا بعاد عنا في المستوى. فالنتيجة منطقية وطبيعية. طبيعية. النهاردة اراحت كريم هنداء ومن وجهة نزلك ده قرار صحيح من الموديل الفني. اه. صحيح. صحيح من اليوم في المية. ليه بقى. اه. مفيش في لعبتنا برضو. مفيش جون. مفيش جون. في مركزنا كمان. مفيش جون يستحمل تلات ماتشاط. بالتركيز ده وربعة. هيقع هيقع. اه. فهو الفكرة بتاعت كريم ان هو ان بارح خد منه الماكسيمم بتاعه. مبارك الواجه. لازمان ذهنيا كريم يفصل شوية. مم. ففكرة رحته النهاردة شايفها يفصل شوية. بالنسبة لك كمان انت عارف ان المطش المغرب معندكش مشكلة فيه. مم. موضوع بالنسبة لك سألنك انت عندك خناقة بعد كده في الدور التاني. ايوة. فانا شايف ان هو قرار صحي جدا ان هو يرايح كريم. من الحاجات اللي انت رفدت ناظرية دلوقتي انه ناس كتيرة بتاعت تسأل تقولك ايه. مواكرين ما انه ماشي كويس انت بتريحه لي. ده بيحصل في مباريات عمتا يعني. في كورة اليد يقولك ما هو ماشي كويس هو بيطلعوا بره ليه هو بيعادوا ليه هو بيشغلوا شوية. لا لا يعني احنا برضو المركز في كورة اليد غير كورة القدم. اه. يعني المركز ده عم. عشان ياخد حسيات المباريات اه سيبوا يكمل سيبوا يكمل سيبوا يكمل بس او انت حارس كورة القدم مسلا في المباريزة نفسها ممكن نروح عليه سبع تامن كورة. مم. سبع تامن كورة اللي تحتاج منه مجهود بدني وتحتاج منه مجهود زيني. صح. لكن حارس الهندبول ممكن بيروح عليك تلاتين كورة محتاج منك مجهود بدني ومجهود زيني فالتلاتين كورة انت بعد التلاتين كورة بباش شايف. الموضوع الحمل الزهني كمان بالذات. الحمل الزهني. في اللعبة بتاعتنا موضوع صعب. بتبكلم مع أزمين ليه بكده زمان يعني. بقول له أنا أعطاك إن أسوأ شغلانة في العالم إنك تبقى حارس مارما كوريت يارد. انت طول الوقت مضغوط. طول الوقت بتتهم عليك الكورة. طول لقت مفهول مركز. لا ما بقول لك أنت 60 دقيقة بتقول مضغوط. لا مش موضوع مش المركز ذات نفسه مركز صعب جدا. يعني من أصعب مركز أصعب مركز في الملعب يعني أنت اللعبة. لا بتتدرب في احتكاك جثماني مش طبيعي. لكن بالنسبة لمركز حارس المارما مايجيش واحد في المئة عشر في المئة ماكسما من المجودة زيني اللي بيعملوا حارس المارما. مشوار منتخدنا الوطني في هذه البطولة شايفوه هيمشي إزاي؟ يعني إن شاء الله لما نعد الدور الأول الدور التاني الوضع هيبقى فيها. أنت الدور التاني هتخش على المجموع اللي جنبك اللي هي دوبقى فيها الدينمارك. الدينمارك، تونس، بحرين، بلجيكا، النهاردة حتى تونس خسرت من بلجيكا. فموقفها تعزم بعض الشيء. موقف تونس صعب، فأنت عندك بلجيكا، الدينمارك، بحرين أو تونس. إن شاء الله أتمنى اللي اتنين يطلعوا بس طبعا بعد مصر النهاردة موضوع بقى صعب يا. فأنت عندك وجهة نظر يعني أنا شايف أنك عندك ماتش واحد تقيل ماتش الدينمارك، ماتش تقيل مش ضعيف. الدينمارك أعلى مننا، في الليفل أعلى مننا. مفهما! اللي هو اللي أنت قنت رسع ما نقولي كده؟ اللي هو ده مش دا يعني أعلى مننا هنا، الدينمارك أعلى مننا في الليفل دا. اللي أنت ممكن الناس لو مركزة بحلة إمبارح والناس في يومها، في الله، إن شاء الله سهل. يعني ممكن تكسبه. مش مستحيل. لأ. ممكن تكسب. مش بعيد قوي. احنا محتاجين نكسب الدنورك؟ مش محتاج تكسب الدنوركي قوي برضو. انك انت قريد انت بعد كده بياخد اول وتاني. بالزبط. فانت اسو هزوف تاخد التاني. بس التاني المشورة صعب. اه. مع هذه المشكلة انك انت التاني مسلا تغبط في الاول انها اللي هي من مجموعة السويد. اه. اللي هو 90% هيبقى السويد مسلا. اه. فانت التاني هتخش في السويد في ارضها. برضو. هتخش في مراحل صعبة بعد كده. تخش في مراحل صعبة بعد كده. اه. وان شاء الله يعني لو الدنيا مشت كده وخبطت. يعني انا ماتش الدماركي ما يفرش معي. قدي ما يفرق معي ماتش للهربعة. اللي هو السويد. السويد او وطيفر ان شاء الله نطلع اول مساء هيبقى الايسلندا ماجر اي حد وطيفر اي فرقم جاية مع السويد. يعني هو ده الماتش بالنسبة له هو ده ماتش البطولة. عظيم جدا. اللي ده يدخلها في مربع. طيب كان معنا احنا يا جماعة لو معنا ارقام مباراة مصر والمغرب عشان نناقش فيها الكابتن حمادة وناخد ملاحظاته عن هذه الارقام. تسجيل تلتين هدفا من سبعة اربعين تصوية بنسبة اربعة وستين في المية. تسجيل ثمان اهداف من ثمان تصويبات من ستة امتار. تسجيل خمس اهداف من ثمان تصويبات من الاجنحة. تسجيل ثمان اهداف من خمستاشر تصوية من تسعة امتار. تسجيل هدفين من تصويتين عرامية السبع امتار. تسجيل هدفين من ثمان محاولات هجوم خاطف. تسجيل هدفين من ثلاث اختراقات. صحيح؟ هل في من ايه الاركوم دي ملحوظات مهمة؟ اه اللي هو مسا يفاص بريك اللي هو الهجوم الخاطف. اه. لما الهجوم الخاطف ده انت وجون. ده طبعا فيه علامة استفهامي عنك. ان هو هدفين بس من تمانية. اه هدفين من تمانية انفراد. لا ده قليل جدا. اه. لكن طبعا الاركوم بتاعت النسبة زيك نفسيها طبعا نسبة كويسة. هي. تلاتين من سبعة اربعين دي نسبة كويسة. مم. تمانية من تمانية من ستة متر. ده نسبة هدفة يعني مية في المية. اه. من اجناحة خمسة من اجناحة. نسبة شغلة من اجناحة. كويسة مش وحشة. من خمستاشر تس. لا النسب كلها كويسة بالنسبة لعامة الاستفهام الانفراد. فاص بريك بس. اه. ده علامة الاستفهام الوحيدة ايه. اه. سجلت صوت الوحيد. وعشرين تصوير من اصل اربعين بالنسبة. لا اللي اتنين كانوا عاملين مستوى النهاردة اللي اتنين كانوا ماشاء الله سكلم. حمايد وعلي. محمد علي. حمايد النهاردة. هايلين. الاتنين هايل جدا. ومحمد علي بدأ المطر. كان هايل جدا. يعني اقول لك حاجة انا من الناس مسلا. انا متابع مستوى التلت حراس بصراحة. بس استرابت شوية غياب الطيار عن قائمة كاس العالم. بس برضو انا بحط نفس مكان المدربة عندي حراس كلهم هايلين يعني. له الطيار اه. اه الطيار مثلا. يعني لا غنى عنه. اه. طبعا انا يعني الطيار كحارس مرمى لا. لازم يبقى تواجد. اه. بس انا هحكي لقصة الطيار يعني. لا ده رأي الشخص ان الطيار كان لازم يبقى تواجد. بس الطيار الريدي بيلعبين بيلعب في المالي. مع الراجل المدرب. اه. نسبة مشاركة الطيار. في الدورة. في الماتشاط. كانت قليلة جدا الفترة اللي فاتت. اه. فالراجل محبش. بيشارك في ماتشاط. حسيت الماتشاط بعيدة عنها بقلو فترة طويلة. مم. فاخد قريدي اللي رجلهم في الملعب. مم. لازم كان محمد علي قاعد بيلعب في فرنسا. حميد حرس الاساسي بتاع الاهلي. كريمي حرس الاساسي بتاع الزمالك. والي اتنين شاء الله. عارف اسبانيا. اه. محمد علي اه في اسبانيا. السكري. والي اتنين ما شاء الله موجودين في الملعب على طول محمد علي بيلعب في اسبانيا. معجرة باية. هاي. هاي. فلكن عصام لا او حارس ام. يعني دي انا ما اظن ان دي. النقط اللي خليته مش موجود. النقط اللي خليته مش موجود. لكن هو حارس كبير. طبعا. 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 طبعا غين عنه يعني. من الحاجات. احمد الاحمر مفتقد وفي البطولة. يعني انا مسلا اقولك من 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 زاوية فيها نستالجة شوية. ملاقاش علاقة بامور فنية. وانت هتقول لي امور فنية. بس مجولة نستالجة انا متعود دايما قايمة المنتخب مصر في بطولة كبيرة. احمد الاحمر. بسم الله الرحمن حريم احمد الاحمر وباية الاسماء العظم. السنة دي مستغرب ان احمد الاحمر مش موجود. اه. لا طبعا احمد الاحمر. احمد الاحمر كلعيب يعني. لا انا مفتقد ان احمد الاحمر يمسك الكورة بس. انا احب. يعني حتى ما كنت ملعب. انا محب احمد الاحمر يمسك الكورة يعمل في انت. يعني بعشاء احمد الاحمر في الملعب. مسي. بتزبط مرحلة لها رجالتها. طبعا. طبعا. اه على ما اظن ان احمد الحمر احمد الحمر. ده وجهة نظر انا. ده احسن لعيب جيه لعب اللعبة دي في مصر. مم. على مدارة طريقة. مم. لحد وقتنا هزا. مم. اتفي معك طبعا. اه ده رأيي الشخصة يا شايفه. انا شايف احمد الحمر كده. بما ان لعبت اللعبة دي شايف احمد الحمر كده. مم. اه وجوده او عدم وجوده ده قرار مدارة. طبعا. طبعا. وانشوها الله اللي موجودين من حد دوقتي. ده ما موجودين رؤيين. انا بقى تحدث عن احمد الحمر بقولك من حتة نستالجا. مش حتة فنية. اللي هو عادي نشوف. طيب. دول هدفوا منتخة مصر اه امام المغرب في المباراة النهاردة. وليد قداح طبعا. حسن وليد قداح. واكرم يسري. وسيف الدرق. مهايب سعيد. يا حياد درق. احمد مومن. صف احمد الشام السيد. بالمناسبة. من اللعيب اللي لسه مدلكش اللي انت مستنيه منه بنسبة مية في المية. يعني شايف ان هو لسه هيديك احسن الفترة اللي جاية. اه لا مش مدناش هو. يعني هو لسه قداح لسه ملعبش. اه. يعني قداح ده لسه من هو مطش مباراة ملعبش فيه. اه. لكن قداح انا شايف ان هو ممكن لو خد مساحة كبيرة في الملعب. في المطشط التيلة. هيبع حل. حل يعني. اه. لكن بقيت اللعيب. يعني دودو شاوه. اه. اه وياحي الدرع. اي. وعلي زين يعني. يعني عندك مجموعة لعبها لا. نعم ام اقول لك. لا مهague لك علي وياحي. وياحي الدرع طبعا. وعندك اتنين اللعيبة تقالة جدا في المعب. ايه. ايه كلمة دي تقال. تقال اهن لك ملعبك قوي يعني سكن علي ولا يحي. لا متقاليل ملعب قوي. يعني اتنين تقال في الملعب واتنين خط خلفي. م. بيقداروا يسويبه. لا الموضوع يعني انت بسم النهاردة ماتش المبرات المغربة. بيلعبوا عكا نقول. بس ما عندهمش واحد مصوب. ولا واحد. صح. ولا واحد مصوب. لكن انت عندك ياحي. عندك علي. عندك حسن قداع. اه محسن. عندك ما شاء الله. يعني عشان كده بقولك انت الفرقة دي لأ فرقة عظيمة بجد يعني. اسماء عظيمة طيب دي التصديات النهاردة. لا دي ارقام منتخب مصر يعني مبراتين فزع الكروات والمغرس على الوقت. الهدوستين هدف من تسعة وتمانين تصويبها خلال المباراتين بنسبة تسعة وستين في المائة. حراس المرمى مصر تصدق اللي واحد وتلاتين تزديدة من اتنين وسبعين خلال المباراتين بنسبة تلاتة واربعين. بالمناسبة. بالمناسبة. بنيجي عند المباريات المهمة. وبحس اضاءة الاهداف بتزيد. فكرة الحتة النفسية عند منتخب مصر. بكلمك على حتى البطولات القريبة. يعني انت ببسط على النسبة دي مسلا. اه. 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 كرواتي. مصر مبارا مهم. اه. لا مضيعناش. هي دي. بس عشان بحس انه احنا لسه مدخلناش في الضغط النفسي. انت ببخش على الادوار المتقدمة ويبقى فيه ضغط نفسي بحس انه بيبقى فيه توضع. لا دي بترجع برضو انت 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 فيها عوامل كتير. اه. غير الضغط النفسي. اللعبة دي مش تقعد حال الضغط النفسي. لانه هما الدور بتاعهم او البطولات اللي عواملها هما طول نارتها عالضغط نفسي. حي. الفكرة كلها المنافسة. اه. مش ضغط النفسي قد المنافسة. اه. انت ممكن يعني انت انبارح برضو. كرواتيا كان كان فيها مشكلة في مركز حراسة المربع. اه. ما كانوش كويسين خالص يعني. الحراس. بتاع كرواتها ما كوش كويسين خالص. فانت ما بتلاعب حارس من ضمن الحراس. هادي هادي نقطة المشكلة اللي ممكن تقابلنا احنا كبانت. ما بتلاعب حارس. الكواليتي بتاعه. كلاس ايه. زي لندن مثلا زي والف. زي. زي فارغاس في اسبانيا. لا زي حارس السويد. اه. اللي هما بيخطفوك. اه. لا بيهبطوك. لا حارس. لا حارس. في نفس الليفل العالي دوت بيبقى هو زي ما انت بتشوت هو قاعد بيذاكر. اه. لا حراس بيبقوا كاتجري ايه كده. موضوع موضوع ما بيقى السهل برضو. ان الكرة تعدي من المدافعين. وتعدي من الحارس. الموضوع ما بيقى السهل. فانت اوريدي بتضيع. والآآ منافس بيضيع. اه. فهي التضيع الكتير حسب الحارس اللي واقف. اه. لو حارس في يومه. الموضوع بيبقى صعب. ويفرق معناويا بقى. نفس الفكرة الكريمين ده ومبارح. نفس الفكرة بقى حمايد ومحمد علي النهاردة. صح. الكرة مستهل ان هي تخش. اه. المغرب من على ستة متر الكرة مستهل. لا في حرص. افهمين هما بيعملوا ايه في الجوه? صحية. بس هي دي حارس يعني. الموضوع حارس واتفاع. كابتن الحمد انت دايما مشرف ودايما بتتنور دايما يعني خطوتك عزيز. انا مشكرك. انا مشكرك.